أحد عشر عاماً والخلافات الفلسطينية الفلسطينية آسنة في دائرة الأخذ والرد والمد والجزر من العام 1994 ومصير الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني هو الفشل أو على الأقل اللانتيجة اتفاقات ولقاءات احتضنتها عواصم عربية وقرارات بقيت حبراً على ورق ولم تنجح جميعها في تجنيب الشارع الفلسطيني الشرخة أو حتى تنجح بإدارة الخلاف في تصريح لم يمضي عليه الأسبوع يقول محمود عباس إن كل ما يجري بحثه ليس جوهر المشكلة وإنما مظهرها المشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها فنحن في فتح يضيف عباس نريد إنهاء الانقسام وتوحيد السلطة ضمن معادلة سلطة واحدة قانون واحد وبندقية واحدة إلا أن حماس تريد إلقاء الأعباء علينا أما حماس فترد إن السلطة تريد من المستحيل ويقول مسؤول في حماس يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا ووسط هذا الجدل يقف المواطن الفلسطيني رافعاً لائحة مطالب لا تنتهي مطالب حتى الساعة أنهكته اقتصادياً واجتماعياً نحن في أخبار الآن جلنا في الشارع الفلسطيني وسألنا المواطن الفلسطيني عن رؤيته لفلسطين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً فأتت الأجوبة غير عكسة لمطالب سياسية بقدر ما كانت مطالبة حثيثة بسيادة القانون وبمطالب لا تتعدى التحسن في مستلزمات وأساسيات العيش الكريم اليوم المواطن بدوشيش كثير اليوم المواطن تلبي له حاشته تلبي له معاشه ومسكنه يعني اليوم احنا في قطاع غزة بالذات منعيش حياة صعبة حياة كئيبة يعني مفيش استقرار لا استقرار مادي ولا استقرار نفسي ولا استقرار اجتماعي ولا ينومن عن الاستقرارات يعني المواطن دائماً مظلوم يعني لم يخدين حق في غزة ولا باطل ولا مصالحة ولا الاقتصاد للبلد ولا يعني كل شي كل شي في البلد böyle اعتباراً احنا في مختبر هنا الكل بيجرب فينا يعني حقل تجارب الشعب بس احنا مش شايفين متقدمة خطوة واحدة لانو محل الكسر محل الكسر محل الكسر هاي انهم قديش بسمعونا في تحسن في تحسن في المعيش في تحسن في البلد مش شايفين من اصعب لأصعب لأصعب يعني احنا شبعنا كذب من الطرفين كان من قيادتنا اللي في رمالله ولا من القيادة اللي في غزة مشبعونا انتخبنا حماس انتخبناها كونا انه شكليا انه حماس ممكن تأتي تغيير للشعب هذا لكنه احنا خابط الظنون هادي بمجرد انه احنا الجبهات الداخلية كانت تتقاتل دائما بشكل او باخر انه احنا مش مستقرين اتمنى انا حقيقة انك شاب فلسطين عايش في غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاوضاع الانسانية اللي احنا ممر فيها فالصحب الى قيادة جديدة وقيادة حكيمة لا تهتم الى الكراس ولا الى المال على عكس ما يعتقد كثيرون فان المواطن الفلسطيني اول المطالبين بسيادة القانون ويعتبره كما الشفافية مدخلا لبناء الوطن مش على كل المواطنين الفلسطينيين او حتى على الاعلى من المواطنين لو مش على الاطبق على الجميع ممكن القصد الفلسطيني يتحسن يعني حاليا القانون في وضعنا في غزة مش مطبق على الجميع فلو بالطبق على الجميع ممكن تحسن الاقصاد الفلسطيني او نمط الحياة نمط الحياة في غزة حاليا طبعا صعب جدا لكل المواطنين حتى الناس الطبقة العالية حتى بتشكي من الوضع الحالي فلو طبق القانون على الجميع ممكن تحسن وضع او الاقتصاد الفلسطيني تحسن شوي باختصار لم تعكس اراء الشارع الفلسطيني الا اجماعا على المطالب الاقتصادية وإلا انعكاسا بواقع الحال الاجتماعي والاقتصادي الذي شارف على الانفجار بظل الازمة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية وتساع دائرة المطالب التي لم تجد اذنا صغية بعد اشتركوا في القناة